اشتركوا في القناة في الفتر 2020-2027 على مستوى جهة طانجات ستواني الحسيمة وهو البرنامج الوطني الذي اطلقه صاحب الجلال ملك محمد السارس بغلاف مالي يبلغ 115 مليار و 400 مليون درهم ويرتقب ان يحضر اللقاء عمال الجهة ورؤساء المصالح الخارجي والمتخبون حيث سيتم يلقاء عروض حول الوضعية الحالية وتطور العرض الماء الوطني والجهوي والبرنامج الجهوي للتزويد بالماء الشرب ومياه السقية يرتقب ان يتم قريبا افتتاح السوق الجديد لبيع السمك بالجملة بمدينة ستوان وهي المنشأة التي تعد منص عصرية لتسويق المنتجات البحرية تماشيا مع اهداف سراتيجية اليوتيسة هذا السوق الذي يؤد مرفقا هما ضمن مرافق القطب الاقتصادي والغداء الذي يتم انجازه حاليا بمدخل مدينة ستوان من جهة شفشاون والذي يضم بالاضافة للسوق للسمك بالجملة عدد النتجيزات الجماعية كالمجزرة والسوق الجملة للخضر والفوقاه والسوق المواشي يندرج في طر البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة ستوان الذي يروم تطوير البنية السوسي اقتصادية للمدينة وسيمكن هذا السوق من ضمن سموية منتظم من الاسماك لفيدة السكن على المستوى المحلي والجاوي مع احترام المعايير الاكتر سرمى في مجال الصحة والسلامة ويتحدث السوق السمك بالجملة بتطوان ليؤزز عدد من البنية التحتية لتأهل وعصرانة قطاع السيد البحري كما ستمكن هذه المنشآة من ضمان تسويق السمك في احسن ظروف الشفافي والجودة مع الرفع من القيمة المضافة لقطاع السيد البحري على مستوى الجهة قرر المغرب تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية وذلك من اجل الكشف المبكر عن اي حالة واردة للاصابة بفيروس كورونا المستجدة والحد من انتشارها باقي تفاصيل في تقرار عبد البسط المصطفاوي اعلنت وزارة الصحة في بلاغنا لها انه تم اتخاذ هذا القرار اعتبارا لتطورات الاخيرة للوضع الوباء العالمي المتمثلة في تاكيد ظهور حالات اصابة بالفيروس في عدد من الدول خاصة باوروبا وشددت الوزارة على انها تواصل اعتبار خطر انتشار الفيروس على الصعيد الوطني منخفضا مجددا التاكيد على انه لم يتم تسجيل اي حالة مشتباه بها او مؤكدة حتى الان كما طمأنت وزارة الصحة الرأي العام بان المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية قد تم تعزيزها وان نظام التشخيص الفيرولوجي وعلاج المرضى المحتملين قد تم تجراءته وتفعيله واكدت وزارة الصحة انها لا توصل المواطنين باي تدابير وقائي استثنائية عدى قواعد النظافة المعتادة المتمثلة في غسل اليدين بشكل متكرر وتغطية الفم والانف في حالة السعال او العطس وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى المصابين باعراض تنفسية ولما لدى مصدر عسكران وحدة لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية كانت في مهمة دورية بالمتوسط تمكنت امثل اثنين حول الساعة الرابعة صباحا من احباط عملية لتهريب المخدرات كان وراءها اربعة اشخاص بواسطة زورق مطاطي كان يحمل كمية كبيرة من المخدرات واضح المصدر ان الزورق رفض الامتسال لوحدة خفر السواحل بعد عملية مطارد امتدت حوالي اربعين دقيقة بالرغم من اطلاق طلقة تحذيرية مضيفا ان وحدة خفر السواحل اضطرت الى اطلاق النار على حرك الزورق وعشار الى ان هذه العملية اسفرت عن وفاة احد المهربين اترى اصابته برصاصة مرتدة واصابة اخر بجروح وحجز كمية كبيرة من المخدرات مبرزا ان المخدرات المحجوزة نقلت الى ميناء طانج المدينة وتم تسليم المهربين الى السلطات المحلية من جهة اخرى ذكر المصدر العسكري ان واحدة اخرى تابعة للبحر الملكية تمكنت في اليوم نفسه من احباط عملية تانية لتهريب المخدرات بعرض صيح الاصيلة وذلك حول الساعة السبسة صباحا واصفرت تدخل عن اعتقال اربعة اشخاص وضبط كمية مهمة من المخدرات وحسب المصدر ذاته فقد تم تسليم المهربين والمخدرات المحجوزة الى الدرك الملكي لاجراء البحث والمتابعات القضائية انتلقت مؤخرا بوزان فعالية النسخة الرابعة من قافلة العلوم التي ترم تنمية شعفة تلاميذ بالعلوم وتطبيقتها في الحياة العملية باقي تفاصيل مع عبد البسط المصطفوي تضم قافلة العلوم حسب المنظمين 16 مشروعا تربويا تتراوح بين عقد ندوات وورشات علمية وتنظيم لقاءات مع خبراء في شتى مجالات العلوم وخرجات بيداغوجية لتمكين التلاميذ من الاطلاع على مختلف تطبيقات العملية للعلوم مبرزين ان الامر يتعلق بمشروع مبتكر يضم انشطة متنوعة وغنية وفي هذا السياق استفاد حوالي 9000 تلميذ من مختلف المستويات الدراسية بتاتير من طاقم تربوي من خرجة بيداغوجية الى سد الوحدة للتلاع عن كثب على تقنيات انتاج طاقة الكهربائية كما تم في هذا الاطار القيام بخراجات تربوية الى المدار السقو المرتبط بسد وادي المخازن ومحطة معالجة المياه العادمة بالرباط والمحمية الطبيعية سد بغابة بالقنيترا وتتوخق قفلة العلوم 2020 التي ستتواصل الى غاية مياه المقبل تحسيس التلاميذ بأمية العلوم وصقل شغفهم بالمعرفة العلمية والمساهمة في إذكاء دينامية جديدة على تدرس العلوم بمختلف الأسلاك التربوية وإنعاش الحياة المدرسية ويساهم في تنشيط فعالية الدورة الرابعة من قفلة العلوم عدد من الشركاء من بينهم على الخصوص المكتب الشريف للفصفات وخبراء في علم الفلكة ومهندسون وجمعية محلية ووطنية بيهدف تقريب العلوم من تلاميذ المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزانة يذكر أن عدد التلاميذ المستفدين خلال الدورات السابقة من قفلة العلوم فق أربعين ألف تلميذ سنوياً مما سام في تفعيل أدوار الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية على السعيد الإقليمي حالة الطقس تتوقع مديرات أرصاد الجوية الوطنة تمييز الحالة الجوية عموماً بتقس بارد يعني في مسات كل أجواء مستقل العموماً مع سماء صافية إلى قليل تسحب بباقي جهات المملكة أما الرياع فستوب ضعيفة إلى معتدل من القطاع الشمالي ومتقلب الاتجاء أحياناً بجل أنحاء المملكة وستروع درجات الحر العليا ما بين 9 درجات و14 درجة بالمرتفعات وما بين 14 درجة و19 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي وسيكل بحر هادي أن يلاقي لهجان بالواجه المتوسطي والبغاز وقل لهجان إلها إجعل طول الساحل الأطلسي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة